هل الرياضة بيبقالها دور في تقويت المناعة؟ يعني احنا وإحنا بنمس أو في وضع تماث مع هذه المعلومة بنقول إنه الرياضة بيبقالها دور بس أنه نوع من الرياضة في أجسام يعني يناسبها نوع معين من الرياضة وفي أجسام تانية لا يناسبها هذا النوع من الرياضة المسي هو أفضل أنواع الرياضة على الإطلاق لأنه وجدوا إنه الواحد لو مش نص ساعة بطريقة زي المشي العسكرية خمس مرات في الأسبوع ده كافي إنه يزاود المناعة بدرجة كبيرة جدا ويقم من بعض الأمراض اللي كانت هتيجي لو الواحد ما مرشش الرياضة السباحة الحقيقة مهمة جدا السباحة وجدوا إنها تناسب جدا للناس اللي عندها مشاكل في الغضروف والفقرات وأفضل حاجة وأفضل رياضة للناس اللي عندها إنزلاق غضروفي أو مشاكل في الفقرات الحقيقة هي السباحة السباحة أو الأيروبيكس من الحاجات المهمة جدا 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 يعني أيروبيكس أو سباحة مهمة جدا لإنه الناس دي بتبقى يعني مش هتقدر تتحمل إنها ترفع أسقال أو تروح جيم بالطريقة المعتادة اللي بيتحملها الشباب مثلا لكن وجدوا إن فحلا ده مهم جدا ومردوده رائع جدا 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 زي ما قلنا نص ساعة خمس مرات في الأسبوع ده كافي جدا لتحقيق المراد